ما تقدم من حديث شخص لنا أهمية العقيدة السليمة في واقعنا الدين إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك ما بعد هذه الدنيا كما يقول أهل الحكمة إنما تعرف الأشياء من أضادها ولذا فإنني حاولت أن أسلط الضوء على الأضرار المترتبة على فقدان العقيدة السليمة كي تلمسوا بأنفسكم مدى أهمية العقيدة السليمة في حياتنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية ما نحن في الدنيا نعيش مرحلة وستنطوي ستنطوي بصحة أم بمرض بفرح أم بحزن فلا حزن يدوم ولا سرور أين الذين كانوا معنا وأين الذين سبقوهم والموت لا يميز بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير الموت هو الموت وإذا محل بنا سقطت جميع الحسابات وانتفت جميع الوعود وتلاشت كل الأمنيات واختفت كل المطامع والمطامح وذهب كل شيء مع الريح ذهب كل شيء يوم لا ينفع مال ولا بنون الآية الثامنة والثمانون بعد البسملة من سورة الشعراء وكذلك الآية التي بعدها يوم لا ينفع مال ولا بنون تعرفونه تعرفونه إنه ما بعد هذه الدنيا ما بعد دنيا المال والبنين إنها القيامة بكل أهوالها وفضائعها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو موضع العقيدة السليمة من هنا جاءنا هذا العنوان العقيدة السليمة اشتققت عنوانها من هنا من هذا المضمون القرآني الواضح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب لن يكون سليما ما لم يكن مضمونه سليما ومضمون القلب الذي يعطي للقلب قيمة ومنزلة عقيدته مضامين القلوب كثيرة فقد يكون مضمون القلب لغوا ولهوا وسفاسفا وقد يكون مضمون القلب ضلالا وحقدا وحسدا وإعراضا عن الحق وميلا إلى الباطل وقد وقد لكننا حين نتحدث عن المضمون الذي يكسب القلب صفة السلامة إنها العقيدة السليمة إذا ما حلت في ربوع القلب صار القلب سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الأربعين وهذا الباب عنوانه باب الإخلاص في الصفحة الأربعين الحديث الخامس وهذا الحديث فيه تعريف للقلب السليم هذا تعريف صادر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف عرف إمامنا الصادق القلب السليم هكذا قال القلب السليم الذي يلقى ربه يلقى ربه في الدنيا ويلقى ربه لقاء الله اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك كما مر علينا في الحلقة الماضية وأنا أقرأ عليكم من دعاء أبي حمزة الثمالي أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه في هذا القلب أحد سواه هذا هو تعريف القلب السليم عند آل محمد فحينما نقرأ في قرآنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نتوجه إليهم ونسألهم ما المراد من القلب السليم يجيبنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه قلب ليس فيه إلا الله كيف يتحقق هذا عمليا من أراد الله بدأ بكم من هنا كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم حرفوها ومن قصده توجه بكم لا أريد أن أقف عند هذه النقطة يمكنكم أن تعود إلى برامج السابقة كي تطلع على هذه التفاصيل من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فأنتم وجهه من أحبكم أحب الله نحن لا نستطيع التواصل مع الذات الإلهية ليس لنا من طريق عقولنا محدودة قلوبنا محدودة لكن الله فتح لنا بابا وقال لنا إذا أردتم التواصل معي فعليكم بهذا الباب من أحبكم سادتي آل فاطمة آل علي آل محمد من أحبكم أحب الله من والاكم وال الله من أطاعكم أطاع الله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله فأنتم بابه وحجته الكاملة ووجهه الكريم إليكم نتوجه سادتي هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب الذي يتربع على عرشه الحجة بن الحسن تدبر في قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق يتحدث عن كل ثانية من ثواني عمره الشريف يتحدث عن خدمة متواصلة من دون القطاع قطعا يتحدث عن خدمة مثالية في أجمل صورها وفي أرقى معانيها الخادم حينما يؤدي خدمة بهذه المواصفات فإن قلبه سيكون مشغولا بمخدومه فقط وإلا فإن الخدمة لن تكون مثالية ولن تكون راقية ولن تكون في أجمل صورها هذا هو القلب الذي يتحدث القرآن عنه ويتحدث جعفر الجعافر صادق العترة صلوات الله عليه عن مضمونه وعن معناه هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه لا أريد أن أطيل الوقوف في هذه الثنايا فإن الكلام سيطول سأذهب إلى الحديث السادس إلى الحديث الذي يلي الحديث الخامس المجتمل على تعريف القلب السليم ماذا جاء في الحديث السادس من نفس الباب في نفس الصفحة من نفس الكتاب لكن الحديث عن باقر العلوم عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول باقر العلوم وهو يحدثنا عن تفاصيل ما يجري في القلب السليم الصادق قرأت لكم تعريفه للقلب السليم القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه الباقر هنا يحدثنا عن تفاصيل ذلك القلب السليم ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل وعلى أربعين يوما إنه قلب يعيش العقيدة السليمة لمدة محدودة إنها أربعون يوما كم هي قليلة بالقياس إلى أعمارنا التي نهدرها هدرا في أحسن أحوالها نهدرها في التفاهات واللغو والسفاهة والحماقة إلى غير ذلك من أمثال هذه المعاني الباقر يقول ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما أو قال هذا الترديد من الراوي ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوما والذكر الجميل هو الإخلاص أيضا المعاني واحدة وإن كان النص الأول هو المعروف لكنني أقرأ الرواية كما هي ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما أو قال ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوما وإنما يكون الذكر جميلا إذا كان القلب جميلا ويكون القلب جميلا إذا كان مجتملا على العقيدة الجميلة والعقيدة الجميلة هي العقيدة السليمة ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا هذا تزهيد من الله إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه إلى آخر الرواية الشريفة فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه أنصفوني وأنصف أنفسكم وأنصف الحقيقة وأنصف حديث العترة أين هذه المضامين من مراجعنا في النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أين هذه المضامين وهم الذين إذا ما تكلموا تكشفت عوراتهم وهم الذين إذا ما تكلموا صاروا مضحكة للوهابية وأمثالهم هذا الواقع هو الذي نعيشه في أيامنا هذه وحتى في أيامنا الماضية وفيما سيأتي الجميع يشربون من آنية واحدة الرواية تتحدث عن إخلاص لمدة محدودة إنها أربعون يوما فإن الله سيثبت الحكمة في قلب هذا الذي يخلص أربعين يوما وينطق بها لسانه هل تعرفون أحدا من مراجعنا بهذه الصفة من هو تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه من هو هذا هذا حديث العترة الطاهرة إذا إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة فهذا منطق العقيدة السليمة وهذه أبواب العقيدة السليمة هذه الحكمة يحدثنا يحدثنا عنها إمامنا الصادق وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف أيضا هذا هو الجزء الأول من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل فقد قرأت عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف في الجزء الأول صفحة ميتين وسبعة وهذا الباب عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه وهذا هو الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق والذي ينقل لنا الحديث الشريف أبو بصير إمامنا الصادق في بيان معنى هذه الآية في تفسير هذه الآية ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذه هي الآية التاسعة والستون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فماذا قال إمامنا الصادق في بيان معنى الحكمة التي تحدثت الآية عنها قال طاعة الله ومعرفة الإمام وطاعة الله هي طاعة الإمام ومعرفة الإمام هي معرفة الله وهذه المضامين واضحة جدا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام وطاعة الله هي طاعة الإمام ومعرفة الإمام هي معرفة الله وتلك هي العقيدة السليمة الكاملة الصحيحة أحاديث أهل البيت صريحة جدا وبينة جدا كان في نية أن أقرأ مجموعة من الأحاديث عليكم لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي جملة من المطالب لا بد أن أتناولها أقرأ عليكم رواية مختصرة وكافية ووافية من نفس الباب ومن نفس الصفحة التي قرأت عليكم منها إنه الحديث الثاني عشر عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه الإمام يسأل أبا بصير أبو بصير عراقي كوفي والإمام الباقر في المدينة وقد جاء أبو بصير من الكوفة زائرا إمامنا الباقر في المدينة الباقر صلوات الله عليه يسأل أبا بصير هل عرفت إمامك هذا هو المدار هل عرفت إمامك إنه مضمون العقيدة السليمة إنه فحوى ومحتوى القلب السليم هل عرفت إمامك يا أبا بصير فماذا قال أبو بصير قلت إي والله إي والله قبل أن أخرج من الكوفة جئتك عارفا يا باقر العلوم هل هل عرفت إمامك سؤال الباقر لأبي بصير فماذا قال أبو بصير إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فماذا قال الباقر صلوات الله عليه حسبك إذا يا ليت لنا من المعرفة التي وفقا لها يقول لنا إمام زماننا حسبكم إذا حسبك إذا فماذا تريد بعد هذا إذا كنت فعلا قد عرفت إمامك حسبك إذا إنها الزبدة الذهبية في برنامجنا الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك تلك هي زبدتنا الذهبية التي لا تماثلها زبدة هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذا هذه هي العقيدة السليمة تذكروا النقاط التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية التي تشتمل على الأضرار التي ستلحقنا إذا ما فقدنا العقيدة السليمة وَأَنَا أَقْرَأُ هَذِهِ الْرِوَايَاتِ لَيْسَ الْيَاوْمَ لَيْسَ الْيَاوْمَ وَإِنَّمَا عِبْرَ عُقُودٍ مِنَ الزَّمَنَ وَأَنَا أَقْرَأُ هَذِهِ الْرِوَايَاتِ يَتَذَكَّرُوا الَّذِينَ كَانُوا يَحْضَرُون مَجَالِسِ وَدُرُوسِ في ألف وتسعمية وواحد وثمانين ألف وتسعمية واثنين وثمانين في مدينة قوم يتذكرون أني لطالما صدعت بهذه النصوص ولطالما وقفت عند هذه الرواية كثيرا هل عرفت إمامك؟ إيه والله قبل أن أخرج من الكوفة حسبك إذن وأنا أقف عند هذه النصوص أرى أن الاتجاه العقائدية عند مراجع الشيعة بالضبط بشكل مضاد بالكامل هذه النصوص توجهنا إلى إمام زماننا بنحو مستقيم أما ما نقرأه وندرسه في كتب العقائدية التي كتبها مراجع الشيعة من الطوسي يوم أسس حوزة النجف وإلى يومنا هذا كتب العقائد تأخذنا باتجاه معاكس بالكامل تبحثون عن اتجاه العقيدة السليمة هو هذا تعرفون إمامكم إذا قلتم نعم وكنتم صادقين بذلك وكانت معرفة سليمة وفق موازين العترة الطاهرة حسبكم إذن أنيئا لكم أما إذا لم تكونوا عارفين بإمام زمانكم أو كانت معرفة شوهاء كالتي تقدمها لنا كتب مراجع الشيعة العقائدية منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حين تأسست الحوزة المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا حينما تكون معرفتنا بإمام زماننا معرفة شوهاء كمعرفة مراجع النجف لإمام زمانهم فلا حسبنا ولا حسبكم ولا هم يحزنون نذهب إلى فاصل من هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التخليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 274 ماذا بيّن لنا إمامنا الصادق في هذه الرواية المهمة جدا بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أكثر ضررا على الشيعة من جيشي يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لا أريد أن أقرأ الرواية فلقد ذكرتها كثيرا في برامجي وتحدثت عنها كثيرا الإمام حدثنا عن أن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة والذين تقلدهم الشيعة هم أضر من شمر وأضر من حرملة ولذا هم سيقودون الشيعة إلى الضلال هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه فضلوا من هم الذين ضلوا المراجع مراجع التخليد أكثر مراجع التخليد فضلوا وأضلوهم الإمام لا يتحدث عن غير المراجع هنا غير المراجع أيضا في النجف وكربلاء هم من هذه الفئة لكن الإمام يتحدث هنا عن الذين تقلدهم الناس ولذا يقول فضلوا وأضلوهم لو كانوا من الذين لم يتصدوا للتخليد فإن الضلال سيكون منحصرا بأنفسهم وهذا أهوى لكن المشكلة هنا حينما يكون أكثر مراجع التخليد بهذا الوصف أضر من حرملة وأضر من شمر فضلوا وأضلوهم كيف ضلوا وأضلوهم قدموا لهم علوما ضالة لا صلة لها بآل محمد الإمام يقول من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا على محمد وآل محمد التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين الذين استسلموا لهؤلاء المراجع وهم يرددون حطها برغبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهذا هو حال شيعة زمان الغيبة الكبرى ما بين ضلال المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من الأحياء أو من الأموات أو من الذين سيأتون في قادم الأيام ما بين ضلال هؤلاء وإضلالهم للشيعة فهم يقدسون ضلال المراجع ويضلون أنفسهم بسبب استسلامهم وتسليمهم لأضلال هؤلاء المراجع لهم وسيبقون على هذا الحال ومن هنا فليس للعقيدة السليمة في قلوبهم لا من عين ولا من أثر لذا فإن الإمام الصادق ماذا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه الحديث عن القلب السليم لا جرم أن من علم الله من قلبه هذا هو القلب النافع الذي سينفع صاحبه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو القلب السليم ماذا يجري فيه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه إنها سلامة الدين صيانة الدين سلامة العقيدة والدين هو العقيدة الدين ليس الأحكام الأحكام تأتي في ذيل العقيدة في حاشية العقيدة الأحكام هي مظاهر للعقيدة وتذكروا ماذا يقول مرجعكم القادم محمد رضا السستاني من أن الولاية والإمامة هي دون الصلاة ودون الصيام ودون الحج فأين هذا من هذا ما أنا قلت لكم الاتجاه العقائدي في أحاديث أهل البيت يذهب بشكل مستقيم إلى إمام زماننا والاتجاه العقائدي عند مراجع النجاف يذهب بشكل مغاير مستدبر لإمام زماننا بالضبط بشكل معاكس بالكامل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إنها معرفة الإمام إنها العلاقة السليمة والصحيحة بإمامنا هذا هو القلب السليم فماذا سينفعه قلبه السليم هذا في الدنيا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه هذا هو التوفيق الذي حدثتكم عنه من أنه عند انعدام العقيدة السليمة فإننا سنخضع لقواعد الخذلان وليس لقواعد التوفيق فإن الخذلان هو الذي سيكون حاكما علينا نحن الذين سنجر الخذلان إلى أنفسنا بهذا المغناطيس الوسق بالعقيدة غير السليمة التي نأخذها من هؤلاء القذرين الطفسين كما يصفهم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ماذا يقول لهم الرواية في التفسير الشريف إنه سيد تفاسير آل عليه برغم آنافي ومعاطس مراجع النجف تلك المعاطس الطفسة القذرة التي تشوه وتصف هذا التفسير بأقبح الأوصاف في كتبهم ودروسهم اللعينة فماذا يقول محمد وعلي بحسب ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري يقول لأولئك القذرين الطفسين هكذا يخاطبونهم يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار مثل ما كنت في الدنيا لست مرافقا لهم إنك كنت سائرا في اتجاه معاكس بالكامل فيا أيها الطفس القذر يا أيها القمامة القذرة ليس لك من مقام عندنا عليك أن تذهب إلى جهنم كي تتطهر من قذارتك هذه وبعد ذلك ينظر في أمرك يا أيها القذر الطفس يا أيها المرجع القمامة هذا هو منطق محمد وعلي هذه ما هي كلماتي كلمات محمد وعلي يقولونها لمن بحسب الرواية للذين قد خالفوا ما رسم محمد وعلي لهم وخالف ما رسم له ما رسم هنا ألف الاثنين تعود على محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما حيث ذكر في الجمل السابق لهذه الجملة يا فلان أنت قذر طفس أنت قمامة يا صاحب العمامة أنت قمامة يا كبير العمامة أنت قذارة أنت طفاسة أنت قمامة أنت أنتنو من القمامة يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية الشريفة ورسول الله يقول ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا هؤلاء محبوا أهل البيت إنهم الشيعة القذرون وشيعة أهل البيت ما هم بقذرين لكن هؤلاء ما هم بشيعة للحجة ابن الحسن هؤلاء شيعة المراجع والسباريت هذا هو التشيع المرجعي الطوسي النجفي السبروتي الذي يأخذ دينه وفكره من العيون الناصبية الكدرة القذرة من هنا جاءت القذارة أعود إلى رواية التقليد وأنا أقرأ من نفسي هذا التفسير الشريف إنه سيد تفسير آل علي هذا هو تفسير العسكري أعود إلى كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة زمان الغيبة الكبرى إنه ملبس كافر لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه يوفق هذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يوفقه للقبول من ذلك الفقيه المؤمن ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على مراجع الشيعة الكبار على أكثرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عبر العصور وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من زمان إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن حيث سيخرجون عليه مراجع النجف وكربلاء لقتاله وهناك نهايتهم ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على أولئك الذين سيخرجون على إمام زماننا ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة هذه منافع العقيدة السليمة واضحة صريحة في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهم السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولما جعلت في ذات قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا يخلص عندنا بعد كل هذه البيانات العقيدة السليمة مدارها مدار إمام زماننا العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع الحجة ابن الحسن هذه العقيدة هي التي تكون سببا لنجاتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة كل كل التعابير التي مرت تتحدث عن هذه الحقيقة الحكمة معرفة الإمام هل عرفت إمامك حسبك إذن لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله القلب الذي يلقى صاحبه ربه وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب السليم بحسب تعريف صادق العترة صلوات الله عليه كل المضامين التي مرت تصل بنا إلى هذه النقطة القلب السليم القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة والعقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع إمام زماننا إذن هذا هو المدار وهذا هو الأصل وهو تطبيق علمي دقيق وتطبيق عملي دقيق لما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن المدارة هو هذا وإن الأصل هو هذا وإن الحق هو هذا وإن المعرفة الصحيحة الكاملة التامة هي العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة بإمام زماننا ولهذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة ما نقرأ من حقائق مضامين العقيدة بشكل واضح حينما يقول الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة هل هناك من شك في ذلك إنني أتحدث في أجواء عقيدة محمد وآل محمد لا أبالي بما يقوله الآخرون من مخالف محمد وآل محمد أو من مراجع الشيعة وفقا للتشيع المرجعي السبروتي في أجواء عقيدة محمد وآل محمد قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة القلوب السليمة على مراتب كل بحسبه قل كل يعمل على شاكلته على نيته على نيته على مضمون قلبه فكل بحسبه ومن هنا يأتي الحساب وتأتي المداقة يوم القيامة وفقا لمضامين العقول والقلوب التي تختلف من شخص لآخر إن كان ذلك في دائرة الأولياء أو كان ذلك في دائرة الأعداء على أي حال أعود إلى الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء الأولياء قطعا هم أصحاب القلوب السليمة الدعاء نفسه يبين لنا من هم هؤلاء الأولياء نستمر في قراءة الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه 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 يتوجه الأولياء إذن هؤلاء هم الأولياء هذا هو تعريفهم الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله من هو وجه الله إمام زماننا الجملة واضحة حينما نقول أين وجه الله أين بقية الله هذا كتاب الإحتجاج وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم إنها الطبعة ذات الجلد الواحد الذي يجتمل على الجزعين صفحة ميتان واثنين وخمسين من كلام طويل مفصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث في بيان مضامين مجموعة من الآيات إلى أن يصل في هذه الصفحة في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين وهو يتحدث عن محمد وآل محمد فماذا يقول يقول وهم وجه الله محمد وآل محمد هم وجه الله وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم فثم فهناك فثم وجه الله يستمر أمير المؤمنين في كلامه هم بقية الله يعني المهدي هذه كلمات الأمير ما هي كلمات ماذا يقول سيد الأوصية وهو يتحدث عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي كلامهم واحد نورهم واحد طينتهم واحدة أصلهم واحد إنهم الكلمة الواحدة الأحدية الأولى التي صدرت من الذات الأحدية الأولى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله كيف يتوجهون هل يتوجهون بوجوههم هذه قطعا هذا جزء من الأدب العارض التوجه يكون بالقلوب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون إليه بقلوبهم إنها القلوب السليمة التي تحمل العقيدة السليمة ألا تلاحظون أن هذا المضمون يحاصرنا في كل الاتجاهات العقائدية بعيدا عن الاتجاهات العقائدية لحوزة النجاف تلك الاتجاهات التي تأخذنا بعيدا جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين معز الأولياء ومذل الأعداء من هم الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون بقلوبهم بقلوبهم السليمة القلب السليم هو القلب الذي يتوجه إلى الحجة ابن الحسن فقط هذا هو القلب السليم أما هؤلاء الذين يتوجهون إلى عجولهم البشرية فما هم من الأولياء قد لا يكونون من الأعداء وإنما يكونون من أولئك القذرين الطفسين من تلك القمامة إنهم قمامة الشيعة إنهم القذارة والطفاسة بعينها لا يصلحون أن يرافقوا إمام زمانهم هذا في أحسن أحوالهم وإلا فسينقلبون ضده حسدا وحقدا وكمدا على أولياء علي وآل علي هذه هي الحقائق التي تجري على أرض الواقع الشيعي في القرون الماضية وفي هذا القرن وفي ما سيأتي ولذا سيخرجون ألا لعنة الله عليهم سيخرجون سيخرج مراجع النجف ستخرج عمائم النجف بكاملها لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا لعنة الله عليهم سود الله وجواه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا الوجه بحسب القرآن في سورة البقرة وفي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من هذه السورة ولله المشرق والمغرب والحديث هنا عن المشرق والمغرب حديث عن كل الاتجاهات ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله ماذا جاء في آخر الآية إن الله واسع عليم يحيط علمه بكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الإحاطة ورؤية الإحاطة هي العلم المحيط الواسع الذي لا حدود له والذي تجلى من الله فيهم اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه فهل في علم الله درجات هذا العلم الأنفذ هو العلم الذي تجلى في الحقيقة المحمدية وإلا فليس في علم الله درجات فهناك من علم أنفذ وهناك من علم هو دونه اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هكذا نقرأ في أدعية الشهر رمضان في هذه الليالي اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله هذا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله أينما توجه فإنه على صلة بوجه الله هذا هو القلب السليم وهذا القلب السليم حينما يكون بهذا الوصف بسبب ما اجتمل عليه من عقيدة سليمة في هذا البرنامج أحاول أن أضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه من صحائف العقيدة السليمة في الحلقات القادمة بعد أن أكمل الحديث في هذه المقدمات لازلت أتحدث في المقدمة الثانية وستأتينا تباعا المقدمة الثالثة فبعد أن أكمل حديثي في المقدمة الثالثة سأفتح لكم صحائف العقيدة السليمة بحسب فهمي بحسب توفيقي إن كنت موفقان نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلّى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية وثمنتعش الباب الذي عنوانه هو هكذا باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر الحديث الأول عن زرارة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف إمامك حتى تعرف من أن هذا العنوان الذي أردده دائما وأكرره دائما أعرف إمامك مأخوذ من كلماتهم قلتها لكم سابقا وأقولها لكم الآن أعطي ضمانا من أنني سأحاول قدر الإمكان أن لا أخرج من سياج العترة الطاهرة سأبقي عقلي وقلبي حبيسين في هذا السياج ويا ليتني أبقى حبيسا في هذا السياج المطهر يا ليتني أبقى بفكري وذكري وتدبري وفهمي وإرادتي يا ليتني أبقى حبيسا في هذا الفناء المطهر دائما تذكر هذه الكلمة أعرف إمامك أعرف إمامك ومجموعة هذه الحلقات من برنامج الخاتمة عنوانها أعرف إمامك زرارة يحدثنا عن الصادق صلوات الله عليه أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر تقدم هذا الأمر أو تأخر الإمام يشير إلى فرج محمد وآل محمد يشير إلى يوم الخلاص يشير إلى قيام القائم من آل محمد صلوات الله عليهم أعرف إمامك هذا هو الأصل ليس الأصل أن تدرك عصر الظهور هذه أمنية وهذا توفيق الأصل هو هذا لماذا لأن الإمام هو أصل الدين وما عندك من دين إذا لم تكن قد تمسكت واستمسكت بأصل دينك وأصل دينك هو إمامك أعرف أذكركم بالزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك وأذكركم بالمعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر القلب السليم الذي يشتمل على العقيدة السليمة على المعرفة السليمة التي توفقه أن يكون متوجها إلى وجه الله أينما ول في المشرق أو في المغرب فأينما نولي فثم وجه الله أينما نولي الغفلة هي التي تسيطر علينا وجه الله ليس غائبا في جهة من الجهات وجه الله حاضر متجل في كل الجهات إمام زماننا شاهد غائب حاضر لا تراه نواضر نواضر الحس وإنما تعانقه العقول المنيرة بفهمها والقلوب السليمة ببصائرها فأينما فأينما نولي وجوهنا فثم وجه الله إذا ولينا وجوهنا إلى جهة وما استطعنا أن نتواصل مع وجه الله فإن المشكلة ليست في وجه الله المشكلة في قلوبنا ومشكلة قلوبنا في عقيدتها ومشكلة العقيدة في عدم سلامتها وعدم سلامة العقيدة يأتي من قذارة منابعها حينما تكون العقيدة من المنابع القذرة الطفسة لعلم الكلام الناصبي لعلم الكلام المعتزلي الذي ضلل به مراجع النجف أجدادنا وأباءنا وضللونا أيضا لولا رحمة أتحدث عن نفسي لولا رحمة تدركني في فناء فاطمة صلوات الله عليها لولا رحمة أدركتني لبقيت صنميا ديخيا في هذه الحوزة القذرة الطفسة في أجواء هذه القمامة زرارة يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر من نفس الباب أختار لكم حديثا آخر فوقت الحلقة يكاد أن يصل إلى نهايته الحديث الخامس من نفس الباب عن فضيل ابن يسار قال سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه إمامنا الباقر عن فضيل ابن يسار قال سمعت أبا جعفر يقول من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاته في خيمته في خيمته الرئيسة في مكتبه في غرفة عملياته الفسطات خيمة القائد التي هي غرفة العمليات العسكرية في الأزمنة القديمة في زمان الحديث الباقر صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية الميتة الجاهلية يعني أنه لم يدرك شيئا من الإسلام لم يدرك ثانية من زمان الإسلام حتى لو عاش في زماننا هذا فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي وبتعبير دقيق بالنسبة لنا وفي زماننا الإسلام هو التسليم للحجة بن الحسن والتسليم لا بد أن يكون تسليما معرفيا تسليما عقائديا فحينما يكون تسليمنا تسليما معرفيا وتسليما عقائديا فإننا سندرك العقيدة السليمة وحينئذ ستكون قلوبنا موصوفة بهذا الوصف قطعا لا بفضلنا وإنما بفضل طهارة ذكرهم وثقافتهم ومعرفتهم وعقيدتهم من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية إنه ما أدرك ولا ثانية من زمن الإسلام إنني لا أتحدث عن الزمن التأريخي في أية سنة وفي أي يوم من أيام التأريخ إنني أتحدث عن الزمن العقائدي الزمن العقائدي هو الزمن الذي نعيشه من أعمارنا مع إمام زماننا هذه هي فائدة ومنفعة العقيدة السليمة أن نكون مع إمام زماننا وقد عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية وذكرتكم بالإجمال في بداية هذه الحلقة ماذا سيحصل لنا من دون العقيدة السليمة فصلت لكم الكلام عودوا إليه ماذا سيحصل لنا حينما نكون على العقيدة السليمة سنكون مع إمام زماننا الزمان الذي نكون فيه متواصلين مع إمام زماننا هو هذا الزمان العقائدي إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته ابحثوا عنها تواصلوا معها النفحات هذه هي الزمان العقائدي إنها زمان التواصل مع الحجة بن الحسن من هنا شرعت الصلوات كي تذكرنا وكي تخرجنا من غفلتنا أحاديث أهل البيت أخبرتنا من أن الحكمة في تشريع الصلوات الواجبة اليومية كي نتذكر محمدا وآل محمد في زماننا كي نتذكر الحجة بن الحسن فإن وجوهنا إليه فإن وجوهنا فإن قلوبنا ولذا في بداية هذه الحلقات ماذا أقول وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني إنها مقدمة مجزة عن مضامين هذه الحلقات هذا استهلال موجز مختصر المقدمة التي أبدأ بها هذه الحلقات وهذا هو ديدني أبدأ بمقدمة معينة عند كل برنامج إنني أوجز فيها وأركز فيها وألخص فيها مضمون ذلك البرنامج وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة أتوسل إليك وهذا هو جهدي يا إمام زماني جهد العاجز بين يديك كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي كي يكون عقلي سليما كي يكون قلبي سليما ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك سلام عليك سلام عليك سلام عليك حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاته نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر